أحسن الله إليكم ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام اختلف أهل العلم في هذا فذهب الأحنابلة والشافعي لأنه الإبل لأنها أكثر لحما ثم البقر ثم الغنم فيقول أنها أنفع وأكثر لحما وينتفع بها الناس أكثر فقدموا الإبل ثم البقر ثم الغنم و أيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة في الساعة الأول فكان ما قدم بدن من جاء الساعة الثانية فكان ما قدم بقر ومن جاء الساعة الثانية كان ما قدم كبشا قالوا إذن الإبل أفضل وذهب المالكية إلى أنه الغنم أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه ضحى إلا بكبش صلى الله عليه وسلم أو بكبشين صلى الله عليه وسلم فكل سنة ضحى فيها النبي كان يضحي بكبش صلى الله عليه وسلم قالوا في ذلك هو الأفضل الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يظهر والعلم عند الله أن الغنم أفضل هو الكبش كما فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه